طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة برامز جي ار تي بسعر صفر فاصلة خمسة عشر سبع ثمانية وبطل عملة بنسبة واحد بالمية ماركت كاب مليار تقريبا وخمسمائة مليون برانك ثمانية واربعين وليم يومي تسعة وثلاثين مليون طبعا من العملات القوية في مجال الكربتو اول مرة ننزل عنها وان شاء الله راح نستمر في التنزيل لها طبعا هذه قناتنا في تليجرام اللي تابعنا اول مرة يا مرحبا بقناتنا مهتمة بالاخبار وتحليل العملات وعدنا خدمة ادارة الحساب وقناة اكتتاب وعدنا خدمة ايضا اللي هي قناة عملات استثمارية طبعا هذه احد الصفقات اللي عندنا في خدمة ادارة الحساب عندنا واحد من الشباب ما شاء الله ربحان تسعة واربعين الف دولار من خلال هذه الصفقة في خدمة ادارة الحساب اللي طبعا دير حسابك انت تديرها بس نحن نعطيك الصفقات المهم طبعا هذا شارت عملتنا على شمعة الاسبوع لوني نشوف العملة في ترند هابط صار لها فترة طويلة طبعا بعد ذلك حاولت ان تخترق الترند لكن فشلت بالاضافة انها لامست المتوسط الأسي خمسين وفشلت لذلك يعني صار هذا الفشل المتوسط الأسي بالاضافة للترند لكن لوني نشوف الآن العملة كسرت الترند واخترقت المتوسط الأسي بالاضافة والان في اعادة الاختبار للترند أنا بالنسبة لي هذا اعادة الاختبار وان شاء الله بيكون فيه انفجار طبعا نحتاج عشان يكون فيه انفجار للعملة نحتاج اغلاق او يعني نحتاج اغلاق فوق سعر تقريبا المقاومة اللي هي بيكون الى ثلاثة دولار يعني حول العشرين اكس تقريبا في البول رن القادم شاء الله المهم فهل العملة جيدة للدخول أنا بالنسبة لي جيدة للدخول طبعا تقريبا بتكون يعني من الآن لغاية هاي صفقة شورت هاي الصفقة اللي كنا دخلينها شورت مع الشباب زين فكانت قبل شوي صفقتنا شورت المهم فبتكون الستوبلوز بيكون على تقريبا هذي المستويات طبعا حق الفيوتشر في حال ان هبطت اقل عن صفر فاصلة عشرة يعني صفر فاصلة واحد صفر نغلق الصفقة لكن غير ذلك مستمرين حلوين حلوين لان اذا هبطت اقل عن الترند وانا يسبحت عن دعم اذا غلقت ادنى عن هذا السعر نتسكر لكن كان يكمل يعزز في كل قاعة في كل قاعة تعزز حلوين حلوين فمبدئيا وانا ليش قلت لونغ وليش قلتها انا باشا رحل حين فيه متوسط فصة هني مشكل دعم لونين شوف شوفوا العملة لامسة هني بالاضافة في ترند هذه المؤشرات كلها ايجابية تخلي العملة تتحرك بشكل ايجابي طبعا هذا كلها على شمعة الاسبوع شمعة الاسبوع جدا قوية شكل يعني دايما الشمعة الاسبوعية تعطي شكل اقرب للحركة آآ يعني هذا اللي خلنا نحن ندخل الان المهم طبعا لونغ ونفس الوقت سبوت انا فضل سبوت افضل لانه بحيث انه حق ارباح وارقام جدا كبيرة المهم طبعا اه بناء على الصفقة الحالية هدف اول بيكون تقريبا على السعر اللي هو اه الصفر فاصلة واحد سبعة ستة هدف ثاني الصفر فاصلة ثنين هدف ثالث تقريبا صفر فاصلة ثنين ثلاثة هدف رابع صفر فاصلة ثنين سبعة انت فخير ثلاثة فاصلة اه صفر فاصلة ثلاثة واحد من المهم يعني انا بالنسبة لي هذا الهدف الاخير للعملة طبعا كيف حركتها في البول ماركت القادم انا بالنسبة لي ممكن نشوف العملة في ثلاثة دولار تقريبا حوالة ثلاثة في البول ماركت اللي فات عطتنا ثنين دولار فاصلة تسعة تقريبا ثنين دولار فاصلة تسعة لكن الشيء المفارقة ان العملة بدت بنقول من قاع اللي هو صفر فاصلة ثنين اربعة اربعة هذا القاع اللي فات بعد ذلك شفنا العملة وصلت ثلاثة دولار لكن السنة هذي حققت او البير ماركت هذا حققت قاع عديد اللي هو الصفر فاصلة صفر خمسة خمسة نحن قبل ما شفنا هذا القاع فنزلت تقريبا ضعفين الرقم فا يعني قاع عديد فالارتفاع ما توقع يكون نفس الارتفاع اللي يعني دبل دبل لصفح لانا اغلبية العملات من المتوقع ان نشوف دبل ارتفاع يعني دبل فعنشان شهة توقع ثلاثة دولار نفس الارتفاع السابق حيث انه هي اصلا نزلت وايد اكتر عن العملات الباقية فعشان شذي توقعنا لها ثلاثة دولار بناء على الشارت الخاص بها وعلى حجم القيمة السوقية يعني القيمة السوقية مليار وخمسمية يعني بعد جيد والداقن ممكن يصير فيها تضخم بناء على يعني انه مش موجود شدينكم خلصنا طبعا يعني هدف العملة ثلاثة دولار شذيك وخلصنا اللي تابعنا اول مرة مرحبا بك على قناتنا في التليجرام يعطيكم العافية مفاجئ خير